السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مع مستر طارق والساينس. ان شاء الله هناخد مع بعض منهج الصف الرابع ساينس. المنهج بسيط. بيتكون من وحدتين. الوحدة الاولى عبارة عن اربع دروس. الوحدة التانية عبارة عن درسين. ايه كده عندي ست دروس. كل درس احنقسمه لاجزاء صغيرة عشان تبقى سهلة في الحفز والفهم. خلي معاك كراسة. عايز انا يبي معاك كراسة. كراسة دي تكتب فيها التعريفات والمصطلحات الجديدة وتنزل بيها. حد ما تحفظها. وبعد من خلص كل جزء احناخد اسئلة. بحيس ان احنا كده يبقى الجزء كده خلصناه بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عند يونت 1. بيتكلم عن حاجة اسمها the matter. listen 1. measuring tools of matter. what is the matter? matter يعني المادة. matter is everything has mass and volume. if you look around yourself لو انا بسيت حواليا كده وانا قاعد. هلاقي عندي share كرسي. هلاقي عندي disk. هلاقي عندي book. all of this are matter. why? because they has mass and volume. يعني انا لو جيت بسيت حواليا حلق كتاب حلق كرسي. الكتاب دوت قادر اشيله كده ليه تقل. وليه شكل يبقى لي mass and volume. فقل عليه matter. يعني مستر الكتاب مسموش كتاب. او ليه اسم تاني. اسمه كتاب واسمه matter. book and matter. طب مستر disk ليه اسم تاني او. disk and matter. يعني كل حاجة حوالينا ممكن يسميها matter. so everything around us is matter. the matter is everything has mass and volume. has mass يعني ليها تقل. وفوليوم يعني ليها شكل. حسيب التاني دوت. التعريب ده التاني. حسيبه دلوقتي. وهاخد السؤال دوت. give reason. give reason من الاسئلة الجميلة جدا. معناها لماذا او ليه او علل. the air is matter. the air is a matter. الهواء ده matter. اه. وانا ممكن اشيلي الهواء. انت لما ديكي تنفخ البالونة. البالون. بتنفخ ايه. بش تنفخ هوا. طب. البالونة دي مش ليها تقل. يبقى ليها mass. وليها شكل. يبقى ليها volume. يبقى كده. the air is matter ولا مش matter. matter. because has mass and volume. يبقى حيني حكتبين ايه. the air is matter because has mass and volume. ممكن يقول لي مثلا. the bin is matter. because has mass and volume. mass. what is meant by mass. mass is the amount of matter in object. mass يعني تقلي الحاجة. وتقلي يعني كمية الحاجة دي قد ايه. تقلها قد ايه. فانا بقول mass amount of matter. كمية الشيء ده قد ايه. volume. volume هو الحجم بتاع الشيء. حجمه. انا لو عندي تربيزة فاضية. بقول عليها كلمة فاضية. يعني ما عليهاش حاجة. بقول عليها space. ده فاضي. مكان فاضي. لما احط على تربيزة دي كتاب. اللي بيحصل. الكتاب بياخد جزء من التربيزة صح. الجزء ده بقول عليه volume بتاع الكتاب. يبقى volume space occupied. الجزء اللي كمية. الجزء اللي اتاخد. جزء كده ايه اللي هو الكتاب خده. طب. ادوات قياس الطول. انا لو حبيت رئيس طول الكتاب. او طول الالم. هستعمل ايه? رولر. بسميها اللي اسمها المصطرة المدرجة. عشان هي مصطرة. وعليها ارقام. عشان هيس. او استيمت. كلمة استيمت يعني هيس برضو. زى small lens. الاطوال الايه الصغير. like bin and book. if i wanted to estimate. عايز ايس. زى lens. of the disk. عايز ايس طول التربيزة او طول الدسك بتاعي. طول التخت. if i wanted to estimate. زى عايز ايس ابعاد الاوضة. الطول بتاعها lens and width. طول والعرض. هيسوب الايه? في عندي حاجة تانية اسمها. graduated tape. graduated tape. اسمه الشريط المدرج. الشريط كده طويل. بيبقى موجود عند الراجل الخياط. لما ايس بيه القماش. موجود عنده. فانا كده عندي زى lens measuring tools كم حاجة? حاجتين. اول حاجة المسطرة. وتاني حاجة زى graduated a tape. وكلمة measuring وكلمة graduated بنفس المعنى. معناها المدرج. يعني المسطرة مدرجة. و graduated tape يعني شريط المدرج. السؤال اللي هنا بيقول لي complete. measuring tape. and measuring ruler. الاتنين دول. are used. بستخدمهم. for measuring. measuring ايه? measuring lens. دولة بستخدمهم عشان اس بيهم الايه? lens. okay. the lens measuring units. كلمة unit يعني معناها الرمز او الوحدة اللي بكتبها جنب الرقم. يعني مثلا انا قصة البن. الالم. طلع مثلا. nine. nine a. nine centimeter. centimeter is the lens measuring unit. وحدة قياس. يبقى the lens measuring unit. number one. the centimeter. when we estimate the lens of small object. such as bin. لما ايه مثلا. طلل الالم. يطلع مثلا. nine. on a nine a. centimeter. دي number one. number two is the meter. the meter. the meter. وليه symbol بتاعه الهو m. when we estimate the lens of large object. such as dimension of the classroom. لما قيس القوضة اا اا او الفاصل بتاعي. بقول مسلا ايه? four four او three. four ايه? four meter. تمام? عشان دي حاجة كبيرة. في عندي حاجة بقى تالتة بقول عليها اسمها كيلو متر. كيلو متر اللي هي symbol بتاعها اللي هي كي ام. for distance between cities. انا اقول مثلا مسافة ما بين القاهرة وما بين السكندرية كان مسلا حوالي متين وخمسة وعشرين. متين وعشرين. خمسة وعشرين ايه? كيلو متر. كيلو متر. خلاص? تقيمة كيلو متر دي very very large distance. اوكي? طب. ميتر is unit for of measuring. الوحدة بتاعت ايه? او او large object. تمام? بسوي ام حاجة كيلو متر يعني. الميت ايه? تمام? تمام. طب. في عندي حاجة عازة تاخد بالك منها ان one meter equal one hundred سنتيمتر. دي خطها في الماس. والone kilometer equal one thousand ايه متر. اوكي? طب احنا كده خلصنا مع بعض حاجة اسمها ايه? الينس ادوات كياس الطول. واخد حاجة تانية اسمها الوحدات كياس الطول. تمام? في عندي شكل كده مبسط. انا هنا بستخدمه. الشكل دوت بيبين لي اللينس. فانا بقول معي هنا ايه? حاجة اسمها بسميها سميتها ماما لينس. قلت لها ايه? ماما لينس. فماما لينس دي انا بتخيل كده ان هي عندها خمس اولاد. اول واحد بسميه ميجرينج رولر. فور سمول سينجز. تانية حاجة جرادويت التاب. فور لونج سينجز. بقين عندي ميتر سنتيمتر كيلومتر. ماما لينس. have five شيلدرين. ميجرينج رولر. جرادويت التاب. ميتر سنتيمتر كيلومتر. ربيت افتر مي. ماما لينس. have five شيلدرين. ميجرينج رولر. جرادويت تاب. ميتر سنتيمتر كيلومتر. وبالشكل دوت يبقى احنا خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول. اه ميجرينج تولز. وان شاء الله مع الجزء التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.